يحيي النشطون المدنيون في العراق اليوم الأحد الذكرى الرابعة لأوسع احتجاجات شعبية عفوية شهيدها العراق في مثل هذا اليوم عام 2019 من خلال النزول إلى ميادين العاصمة بغداد ومدن جنوب وسط الولاد نشطون بيّنوا أن أحياء الذكرى الرابعة لانتفاضة التشرين يؤكدوا رفضهم للأحزاب الحاكمة وشكل العملية السياسية التي تدير البلاد بوضعها الحالي رفع المطالب بخصوص ذلك ووقف هيمنة الفصائل والأحزاب السياسية على المشهد السياسي والأمني ورجحوا بأن الحراك اليوم سيشهد خروج الآلاف من العراقيين بساحتي النصور والتحرير الرئيسيتين ببغداد للمطالبة بوضع حد لحكم السلاح ونفوذه ومجددين مطالبهم بضرورة محاسبة المسؤولين الفاسدين والمتسببين بكوارث حلت على البلاد منها دخول داعش وتغييب الشباب وقتل المتظاهرين وقمع حرية التعبير وأمور كثيرة أخرى ترجمة نانسي قنقر